شتاء هو الأكثر قصوة مصر ستشهب مناخ لأول مرة الخبير المناخي المصري تحسين شعلة قال إن الشتاء الجاي هيكون الأشد قصوة على مصر بسبب ظاهرة اسمها اللانينة واللانينة دي عبارة عن تغير كبير في درجات الحرارة بدل ما ترتفع في المحيط الهادي بمعدل نص درجة أو درجة بتحصل حاجة عكسية تبدأ تنخافض بشكل واضح بمعدل نص درجة أو درجة كمان شعلة قال الكلام ده خلال مدخلة تليفونية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على التلفزيون وأكد إن الشتاء الجاي هيكون أكثر بروضة عن أي وقت فات لدرجة إن الحرارة العظمى في بعض الأيام ممكن توصل لثمان درجات مئوية ودرجة الحرارة الصغرى ممكن توصل لصفر كمان أشار إن الدول بقت بتدور على حلول الفوضى المناخية اللي بتحصل دلوقتي وقال إن كتير من الدول بتعاني من الجفاف وبيلجأوا الحاجة اسمها الاستمطار عشان يحاولوا يخلقوا بيئة مختلفة بسبب تغير المناخ لفت الانتباه لحاجة مهمة إن الاستمطار ده بيتم عن طريق استخدام مواد كيميائية وبيتم رش المواد دي من طيارات لكنه حضر وقال إن المواد دي مش صديقة للبيئة وللأسف بعد كده بتأثر بشكل سلبي على البيئة ترجمة نانسي قنقر